السلام عليكم النهاردة هنعمل مع بعض جيبة طول سهلة جدا خطواتها بسيطة قوي قوي تقدر تنفيذيها في البيت بكل سهولة وكمان يعتبر من غير تكاليف يعني تقريبا اتكلفت حوالي 30 جنيه بس مهمة قوي تكون عند بنوتك لانها بتحتاجها في مناسبات كتير قوي يلا نشوف عملتها ازاي يلا بينا انا في البداية اشتريت مترين ونص قماش طول انا حبيت الطول اللي فيه كده لمعة بالشكل ده انا هجيب العرض بتاعي القماشة وابتدي ان انا اقسمها 3 اجزاء بالشكل ده يعني هتنيها فوق بعض 3 طبقات وهستخدم الطول كله بتاعي القماش اللي هو طول المترين ونص بعد كده هاجي من الجنب اللي انا تانيه ده هبتدي ان انا اقصه بالشكل ده بقوا عندي 3 طبقات سهلين جدا انا طبعا ببتدي قتني القماشة واخد اقص طبعا طول القماشة كلها بالشكل ده انا كده خلصت قص القماش كله انا قصت الجنب التاني خلاص فاشلته هبتدي اقص الجنب ده كمان وبكده هيكون عندي 3 طبقات من القماشة التلات طبقات دول طولهم مترين ونص والعرض طبعا اسمته على 3 هبتدي بقى اسويهم كلهم فوق بعض بالشكل ده واعمل لهم كده من فوق دبابيز بسيطة باتنا انا بقى تنزلوا تعملوا لايك بسرعة الفيديو الحلو ده سهل جدا وسريع وكمان لو مش مشتركة في القناة دي سعزر الاشتراك الاحمر وتأكد ان اتنفع على زر الجرس على كلمة الكل ويلا بينا نكمل الفيديو انا جيبت قطعة من الاستيك وببتدي ان انا اقسمها التقسيمة دي بالزبط طبعا بتنيها جزئين كده ويباجي من النص برضو بعملها جزئين وحط دبوس الخطوة دي مهمة جدا طبعا الاستيك ده بكون بقيسه في البداية على وسط البنوتة واخد وسطها بالزبط وابتدي ان انا قصته وبقى بالشكل ده ده طبعا ما اسحى مظبوط وبيختلف من برنوتة للتانية بعد ما خلصته حطيت دبوس في الاول وفي الاخر وفردتها خالص كده بالشكل ده طبعا الغرض من ان انا حطيت الدبابيس ان انا كون عاملة الكشكشة مظبوطة في القماشة بعد ما خيطت القماشة وابتديت ان انا عملها كسرات صغيرة كده على مكنة الخياطة اللي عملته مع الاستيك هعمله بالزبط مع القماشة دي بالطول هبتدي اقسمها نفس الاجزاء بالزبط وطبعا بحط لها الدبابيس علشان تكون مظبوطة اكتر وتساعدني في الخياطة الفكرة هنا ان انا هسبت القماشة الدبوس ده مع الدبوس ده وابتدي ان انا اشد الاستيك وانا بخيط علشان يعملي كشكشة في القماشة انا كده خلاص ثبتهم مع بعض بصوا لما بقى اشد الاستيك بيكون فيه كشكشة بسيطة كده اهم حاجة واحنا بنخيط في القماش بنشد الاستيك جامد على قد ما نقدر واحنا بنخيط علشان يعملي الكشكشة دي لو فيه اي زواية في القماش ببتدي اقصها كلها ببتدي بقى اقفلها كده بالشكل ده ببتدي بقى خيط القماشة بالشكل ده لو خلاص قفلت الجيبة بخيطها طبعا من جوة واتأكد تماما ان ده ظهر القماشة فيه بقى خطوة حابة اقولكم عليها لو حابين تزودوها لو حابين تحطوا بطانة للجيبة قبل ما نقفل الجوانب بنبتدي نسبت برضو القماشة دي ونشد الاستيك جامد واحنا بنخيط ونسبت فيه القماش مظبوط كده وطبعا لما بنجي نقفل بنقفل البطانة الوحدها والطل الوحده بقى اتقمر بالشكل ده كده تحفى بجد في الحقيقة كمان بصوا تلت طبقات وطبقه بطانة الجيبة دي بقى تلبس من 8 سنوات ل 10 سنوات تقدري بقى بعد ما تخلصيها تقيسي الطول اللي انت حابها وتقصي اي زواية من تحت تحب يتقصريها براحتك يعني بتمنى تكونوا استفادتوا النهاردة وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة